أحبكم بلا حدود الليتشينات ديالي الليتشينات لما أنا اليوم الموضوع على الليتشين موما ابنت الليتشين غزال ما تنسوش هذا الماسك غزال وإجابة على البنيتات اللي عندهم سويدات تحت العينين عندهم تجاعد عندهم انطفخ هنا وعندهم الجفن اللي كيكون متراهيل ماسك غزال واعر سهل كوشي متواجد في البيت واعر اللي ما بغاش سلام عليكم تيفيحاتي كيف انتموالة بس عليكم كم سمناتكم وباخر وعلى خير فرحانين نشطانين ومزيانين اللي يوم جيت لكم بحلى فيديو مزي ونمزي 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 تحت طلب ديالكم خاصة بالمنطقة ديال العينين إلا كان عندك تجاعد في هذه المنطقة هذي إلا كان عندك مثلا هنا يا كيكون المنطقة هذي السواد تحت العينين كيكون سواد تحت العينين اللي هما الهالات السوداء او لك يكون عندك انتفاق في هذه المنطقة هذي اليوم البنات سأعطيكم كلاجين و بوتوكس غزال وكنستعمله وغادي يعجبكم بزاف البنات من استعمالات اللولة هتشكروني علي ان شاء الله شي حاجة مزيونة شي حاجة غزالة شي حاجة واعرة من القلب الى القلب ان شاء الله البنات اللي توحشوني انا كنقول لكم توحشكم بزاف والبنات اللي باقي ما اشتركوش في القناة وشافوني ايش حال مرة كنقول لك الحبيباتيالي مرحبا بك عندي في القناة اشتركي دابة 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 انا كنشوفك انا كنشوفك دابا اشترك وفعل زر الجرس لكي يوصلك كل جديدة البنات ونحاول استسمح seinen الغياب ثمين لكم لكن رابطين اللي نعرف انت انا ام ولبنات اللي متابعيني على الانستجرام سننزل في الفيارت التالي مرة مرة سننزل اليوم الى لي ماذا يفعلت وشنه طيب شنو فيني مشيت ولهادي وحتى على القصة نحاولي في اليوتيوب الوصفة اليوم مطلوبة بزاف و ستفيد بزاف 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 لكن تنتين بقى صغيرة و ما عندك شد المشكلة تقدر الام تسافد من الخالة ديالكم و مبارتاجي والبنات الفيديو و تتشوفوا و مطابعة الحل نايسة عقلانية و جدية موما الابنات سوف يمدونوا على بركتي الله فحل يقود لكم التجاعد حول العينين و هاد النفخ يكونوا العينين هنا يمنفخين او لا يكونوا عن نساود و كذلك المنطقة ديال العين بصفة عامة اي مشكلة عندك فيها غذل 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 موما نبدوها الابنات مكونات سهلة و بسيطة و متواجدة عندنا هنا الليمون اللي هو البرتقال البرتقالة الناس عرفنا البرتقالة يا البرتقالة و هايا البنات عن قشر عن نحكو هاد القشور دياله و هاد البيض هاد ضروري اللي كيكون هنا ضروري خسنا نحكو حتى يبقى بلغة صبيعات دياله يبقى و كيبانو نحكو هاد بالبيض دياله اللي كيكون هنا موما البنات شنو عن ضيفو عليه عن ضيفو عليه صفار ديال البيض صفار ديال البيض يكون عادي تقريبا ملعقة طعام ديال قشور البرتقال مبشوري مع صفار بيضة واحدة تكون بلدية او لا عادية موما البنات غادي نخلطهم معها بعطيتهم البنات هاد صفار ديال البيض راح فيه كولاجين بزيف 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 فيتامين ساي اللي هو في القشور ديال البرتقال اللي فيه فيتامين ساي بكاترة بالاخص في القشر دياله و كيف كان عارفوه كولاجين قوي كين في صفار ديال البيض البنات بالنسبة للبنات اللي عندهم بشرتهم دهنية راح ماشي مشكلة غا تستعمل صفار البيض علاش حيث هاد الزلاصة هادي قد ما كن كنو ده ارطبناها و عملنا لوح الماسكات اللي هي دهنية هاد الزلاصة لا ما كتكونش عندنا بزيتها اللي بناترا كيكونوا دون غي على هاد المستوى هاد على الوجه هانا يعني ضروري تعملي واحد الماسكات اللي هم دهنين باش كيرطبو لك هاد الجلدة هاد كيرطبوها بعمق و كيحيدو لك التجاعد وحتضان تيفا خالبنات حاول العينينا ذاك شي كي يجي غير بالسين يعني ذاك الكولاجين كينقص لنا في الوجيه ديالنا كنكبروه في السين مع تعرض للشمس بزيف مع الصهار مع ما كنشربوش المام زيان نوكل كنبيش ضرور على كل قدر المستطاع الما مش ضروري نشربو خلوي 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 خلف يعني نشربووذ زكيف حلوي خلوي خفي كيف spokesperson صليوي heات اريدت احتاجوا ق using magic كيف رحب الماث وعندهم تجاعد مبكرة عليهم عندك خلوي نقص في الماء دونك شربي الماء مهم السوائل بصفة عامة كتري من السوائل مهم البنات هنا قدرت غير أنا حكيت بزاف مهم بدرت غير هاد القدر هادكي ولي عندك هيدا بحال كريمي بحال هاد الشكل هادا وغادي نحطوه على هاد المنطقة هادي شو إلا مثلا كنتي متكية تقدري تعمليها على حول عين ديال كامل أنا غايدة باف الفيديو ما غا نعملاش هي العيني كلها لكن عندك سويداد هنايا وعندك تلجفن المترحيل وعندكون العينيون تكون ضيفة نظفوها مزيان حسنا هنا هادي هينك هاينك الحبيب هاينك هاين أنت وفاينك هاينك وحشكم والله وعزازين علييا وكنكنكن فرحانة ملاحظت هادا شهي لقاء معاكم بحال هادا كنكون فرحانة فرح كيبن يعني ما يمكنش غادي تسنع كنشي بعين مالي هاي شوك فوجيه كيبن بأنني ممكن نكون معاكم كنكون فرحانة فريمون موم البنت نمسحوا بحالة شكل هذا يعني موم يكون عندك المنطقة تكون نظيفة يعني نعملو هاد الماسك على واحد العوينات نضافين شوفان الحواج المان نمسحوا بشيدابة نبقوا شوية شابرين السر حتى نبدو الماساج عن نسع العواجب موم البنت دابا غادي نحط على هاد المنطقة دي حول العينين لا تقدروا تستعملوا حتى الوجيه ديالكم كامل يعني وجه كامل ماشي مشكل بالنسبة لي عندها تجاعد في الوجيه دياله كامل تستعملوا على الوجيه دياله كامل ممكن حتى شي مشكل على هاد الشكل البنت في حالي قلت لكم البنت قدرت استعملوا على الوجيه ديالك كامل إذا كان عندك مثلا تجاعد حول هاد الواجه ديال كامل يعطي يحياء وتكون في حيوية وترجعي لي الحياة من جديد زي ما الصراحة الله واحد الماسك هذا غزال ورائع ويعطيكم نتائج من المرأة اللولية الموما البنات من اللي كنعملوا بحال هيدا علش خليتوا شوية هيدا سائل حيتاش غادي نعملوا ماساج باش كنحفزوا الدورة الداموية البنات غنشد هاد السبع هادا هادا لحد الثاني وغان بدك نعمل بهذا الشكل هادا نداخل البنات نعمل هيدا السرخة شوفوا البنات تقدرو تعملوا احتفق العينينات ديالكم مثلا وكتعملوا هيدا شكل هادا شون لا هاد شكل هادا الداخل الداخل البنات تكوني مستلقية احسن عير على خفيف ما نضغطوش بزا فغنحركوا الدورة الداموية في نفس الوقت كنعملوا مصاج هاد المنطقة ديال العينين وكترجعنا شابا يعني فحل يعني فحل يعني يلا تبعتي لي عطر رجعي فغيمو في العشرينات يلا تبعتوا عليها البنات على هاد الشكل هادا ونعاود من جديد هاد مليون شفلي نعاود شويش من جديد مليون شو هيدا ننداخل وهيدا العلا برا هيدا نداخل وهيدا العلا برا هيدا نداخل وهيدا العلا برا ونجي من بعد ونطبطب عيدا باش ندخل هاد المكوين انتنا عا تكون شادة العوينة ديالكنوخة هيداك قلبي ما اعطاني شي خاصنين عملتها فوق عيني باش نوريكم الطريقة اكزاكتمو فحل كنعمله موما البنات انتو ما شفتوا قلت لكم انا عملش فوق عيني صدقت عامله باش عارفو عزيز عليا نشرح من كل من الاعماق يعني باش كعجبني نوصل الفكرة موما البنات طبو هيدا بشكل ودائري كتعارفوش ليد شمال ما كتخدمش فحل ييد لي من قدروعو تاني ندورو الى هاد الشكل هادا موما البنات هيدا من هنا وحنا هيدا هيدا باش كاديك تجاعد هنا كاملين كيتمسحوا بهذا المصاج هادا البنات هيدا الهناية والجلدة كتتغدى كتتغدى مزيان كنعطوها كولاجين كنعطوها فيتامين ساي وكترجع الشباب ديالها اللي ضاع فغيموا البنات كترجع الشباب ديال الجلدة هادي عمليها كل نهار البنات اللي عندهم بتجاعد بزاف وعندهم سويدات تحت العين بزاف كل نهار البنات عملو هاد الماسك هادا غاتلقاوا نتائج فغيمون طوب دوت طوب شي حاجه وعلى البنات وبنسبة البنات اللي كيقولوا ليا عندهم سميرار في الشفيف ديالهم ينزلوها على الشفيف ديالهم اللي عندك مثلا سميرار في الوجيه ديالك ما عندكش موحد عملاء الوجيه ديالك كامل ميتجاعد اللي كان عندك تجاعد خاصك تعملها مع مصاج باش كتدخل كتعملو لك ذوك التجاعد فغيمون بناترا كيعطي واحد نتائج مو بهيرة هاتخلي حتي ينشف تقريبا كيلك ينشف لعلى ربوع ساعة كيلي على تولوت ساعة تولوت ساعة لا يجعل باركا سافيو ديك ساعتك غاتزولي غاتلقا يتزيدي بحال هيدا تثلت ديال طبقات وانتي نكتعمل بحال هيدا دائري وكتطبط بحال هيدا ملي كينشف لك كتزيدي يعني ما ساج يكون باقي هاد الكريم من شفشي ملي كي يبس ثلاثة ديال مرتا في كتخليت ربوع ساعة اولا تولوت ساعة كتغسطيه بالماء دافي عادي ومن بعد كتشدي ملعقات ملعقات عادي لكي ناكلوا من ديال الطعام كتنزليهم في التلج كتنزليهم في التلج وغادي تعمليهم على شو انا عنغسل وعرجع متنوريكم الطريق سندارو لكم الطريق انا عندي الملعقات عندي في التلج وغرجع معكم حبيباتي بعد ما كنت تولوت ساعة اغسلت الماسك ديالي اغسلته عادي بالماء دافي عادي ومسحت لوجيه ديالي موم دابا اما ملعقات البنت باردين 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 انا اللي لو انا بخليهم في التلجة تقدر تخليهم مو منضيع ملعقات باردين ف350 من احترال jetsacy ملعقات منتظر ذكي وغيرتني بالوحدة لكي نغير لكم سوف نسحبه و نجره سوف نتفاخ و تراه الجوفون هذه ضرورة تكون باردة نزلقها عيب شويش ندوره و نجره حتى الاخر من بط شعر نعود و عونت نفس طريقة نقوم باردة نجره على هذا الشكل تقريبا سبعة مرات ثمانية مرات الخمستاش دل مرات يعني نتينا و الجهد ديالك علش قدرتي من الأحسن البنات ندهن بزيت الكوكو قبل ما نعمل هذه العملية لديك اي زيت مفضلة كخالية ململح و اي حاجه نقوم بعمل تجاعد عميقة طريقة ههدي انا مادهن تولي و دابا انا تم نتنع مادهن و دابا هذه المشيب ع Milch انتين اي لقد كانوا عندك تجاعد عميقة اعمل زيت زوجلهم هو اللي انا كنحبه فهد المساج هادا حالي كنتشوفوا البنات كنجي عونت هيدا حطة بطابة وكننظر عونت على هاد الشكل هادا البنات حاديرا هي باردة البنات دبرة كنشوفها ما بقاتش باردة بزاف لكن هي باش نوري لكم طريقة بضب تمو البنات هيدا ونظور ونسحب نقول لكم البنات يلا كان زيت يكون احسن على هاد الشكل هادا البنات سبعو هاد الماسك هادا اسبوع من بعد بقوا عملو ثلاثة المرات جد المرات في الاسبوع ما كنحتشي مشكل الماسك وهاد طريقة هادي وردو علي الخبار ردو علي الخبار غادي عجبكم الحال بزاف 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 بالنسبة الاجابة على الانتقادات ان شاء الله غنزل لها فيديو بوحدة احسن باش ميجينيش الفيديو طويل بزاف ما تنسوش البنات شو الانستغرام وتشاركو في الانستغرام تمك ان نزل كذلك كنت وصل معكم على طول الناها في اشتركوا في الانستغرام اشتركوا في القصة اشتركوا في القصة